ستادي حاك مهمة جدا ستادي تيب مهمة جدا لأي طالب سواء في المدرسة أو في الكلية حاجة بنسميها find your why find your why why يعني ليه لماذا دور على اللماذا بتاعتك الwhy بتاعتك وفيه كتاب عظيم بالاسم ده find your why أو finding your why مش فاكر لكاتب اسمه سايمون سينك أنصحكم أنتوا تقروا الكتاب ده أو تشوفوا ملخص ليه على يوتيوب مفيد جدا find your why ببساطة شبه جدا المنطق بتاعنا في الدين بتاع النية عارفين إزاي لما أجي أصلي مثلا لازم يكون عندي نية أنا بصلي ليه وبصلي صلاة إيه ودلوقتي الساعة كام أبفاهم أنا بصلي إيه وإلا الصلاة بتاعتين مفيش عليها ثواب لو أنا حدي حد فلوس ونيتي إن أنا أديله رشوة حاخد عليها عقاب إنما لو بدي حد فلوس ونيتي إن أنا أساعد الشخص ده حاخد عليها ثواب يبقى النية بتفرق جدا في العمل بتاعي ده للآخرة يعني طب في الدنيا بقى نفس الشيء لازم يبقى عندك ال why لازم تبعارف نيتك تبعارف هدفك تبعارف بتعمل الحاجة دي ليه كتير جدا مننا بندخل في دوامة المذاكرة والكلية والدرجات والشغل والحياة عمتا ككبار من غير ما نبقى عارفين إحنا بنعمل كل ده ليه وده محبط جدا بعد وقت بعد شوية حنتعب مهما كان عندنا من قوة وحنبتدي إن إحنا نزهق وحنبتدي إن إحنا نحس إن إحنا بنعمل كلام ملوش لازمة وإن كل ده عالفاضي ويعني حيب عندنا أضرار نفسية كتيرة جدا إنما لو عارف أنت بتعمل كل حاجة ليه ومحدد الهدف بتاعك مهما تعبت ومهما أحبطت هتكمل برضو لإنك عارف إيه الهدف وإيه السبب من اللي أنت بتعمله المشكلة كبيرة جدا بقى بتواجهنا بعد النقطتين اللي أنا قلتهم دول يعني الكلام اللي أنا قلته ده جميل وسهل جدا آي مستر كريم صح النية ووعي ولماذا وبتاع أنا معاك يلا بينا طب هو أنا بعمل كل ده ليه بقى تبتيدي تسأل نفسك هو أنا بأذكر ليه ليه بأذكر ماف لو أنا ناوي أدخل كلية الطب طب ليه بأذكر بيولوجي وبيطلع عيني في البيولوجي وأنا أساسا عايز أدخل كلية الهندسة طب ليه بتعلم فرنش في المدرسة وأنا يعني ما بكرهه وعمري ما هروح فرنسا في حياتي تبتيدي تسأل نفسك هسئلة كده ليه بيغيرونا الامتحانات كل شوية ولازم نحن نذاكر ونعمل ليه فيه أصل الامتحانات ودرجات ليه 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 وتلاقي برضو أن الإجابة على السؤال ده في حد ذاته محبط لأ حضرتك لازم تلاقي الواي طيب مستر كريم مش لاقيها مش لاقي الواي إيه رأيك بقى أنا عندي حل أنا حفضة للسانة دي كلها بدور على الواي بتاعتي ماشي حلبس كده اللبس بتاع الكشافة والنظارة والبتاع ودور على الواي سألنا بقى أنا ورايا إيه مش هزاكر ولا كلمة غير لما لاقي الواي الأول ولما أهلي يقولوا لي ما بذكرش ليه قلوا مستر كريم قال لي لاقي الواي الأول لأ أنا مقولتش كده لو مش قادر تلاقي الواي بتاعتك طول منت بتدور عليها انصب على نفسك اضحك على نفسك اجزب على نفسك إيه ده بجد يعني اضحك على نفسك اعمل لنفسك واي حطها قدامك وامشي وراها لغاية لما تلاقي الواي اللي بجد يعني إيه هقول لك مثال بسيط وساعدكم مثلا ليه أنا بذاكر بيولوجي وأنا عايز أدخل كلية الهندسة مش لقي السبب عندي ليك سبب علشان ممتك وباباك يفرحوا بيك علشان هما يبقوا سعداء ده واي انت مش عاجبك بصراحة بس أهو واي امشي ورا ماشي زاكر علشان ترضيهم حلوة دي ماشي طيب تعالوا نفكر فيها تاني مستر كريم قال لنا إن في المستقبل حيبه فيه تداخل كبير ما بين المجالات يعني الهندسة والطب والحاجات دي كلها تدخل مع بعض والأرتيفشل انتليجنس فأنا حدرس دلوقتي بيولوجي علشان لما أبقى مهندس معلومات البيولوجي دي حتفدني في حاجة آه ماشي اهو واي ضعيفة مش قد كده بس اضحك على نفسك اقنع نفسك بيها لغاية لما تلاقي الواي الحقيقية بتاعتك وتعرف ليه انت بتعمل الحاجة دي حديكم مثال بسيط وده بقى مش ناصب بقى حضرتك عارف ان ربنا حيديك ثواب لما حضرتك تتعلم العلم في حد ذاته ده بتاخد عليه ثواب صح؟ يبقى اي حاجة بتعلمها في المدرسة اي مادة سواء كانت مادة بحبها او ما بحبها تشايف انها مهمة او مش مهمة هاخد عليها ثواب للعلم ده طب وردبنا كمان حيدينا ثواب على ايه لما نعلم الناس طب انا عندي ديك فكرة حلوة ايه رأيك مادة البيولوجي اللي حضرتك ما بتحبهاش دي تتعب نفسك فيها شوية وتفهم الكلام اللي تقال في الدرس واللي تقال في المدرسة واللي مكتوب في الكتاب وتروح مسجل فيديو وتحطه على اليوتيوب حضرتك بتلخص فيه الشابتر ده او اليونت ده باسلوبك بطريقتك بتحاول توصل المعلومة اللي وصلت لك ايه رأيك ان اكيد فيه على قل بني ادم واحد في الدنيا كلها هيسمع الفيديو ده وحيستفيد بيه ايه رأيك في الواي دي ايه رأيك في انك انت تفيد الناس اللي حواليك اخد المادة اللي مش بحبها وحاول افهمها شان اشرحها لاصحابي شان اعمل بيها فيديو قصيرة على تيك توك زي طالب عندي بيعمل فيديوز كده لاصحابه ماف على تيك توك عظيمة جدا اعملها على الانستجرام يا سيدي اعمل تحدي مع نفسك حاجة جديدة انا نفسي اتعلمها وبحاول اعلم نفسي انك تختصر المعلومة في خمستاشر سانية او تلاتين سانية وتحطها في ريل ولا في ستوريا على الانستجرام ولا على الفيسبوك ولا حاجة زي كده ايه رأيك في الفكرة دي يبقى نيتك الواي بتاعك انك تفيد غيرك تساعد صحابك تساعد حد ما تعرفوش ايه رأيك لو الانجلش بتاعك كويس انك ممكن تقولك كلمتين بتوعك دول بتوع البيولوجي بالانجلش وساعتها ممكن طالب في الهندي يستفيد بيها طالب في الصين يستفيد بيها وليه بتعمل كل حاجة حط لنفسك وايز مؤقتة لغاية لما تلاقي وايز احلى منها صدي هاك فايندير واي اوكي قلولي في الكومنتز رأيكو ايه في كلام ده حلوة لوحش جربتوه ولا لأ and what are your وايز شارت ده مسئولية عليكم لو اي حد من حضراتكو طالب في المدرسة في الكلية وليه امر مدرس عنده افكار للواي دي ازاي اذاكر وحط لنفسي اهداف وبعارفة لليه بعمل كده قلنا في الكومنتز لان في ناس تانية هتشوف الفيديو ده وحطقرأ الكومنتز وحيستفيدوا بالكلام اللي انتو قلتوه definitely let us know افكار تانية عن الوايز غير اللي أنا قلتهم ولولي رأيكو ايه فلانا قلتهم في الكومنتز ماشي عبقرة ماشي عبقرة